الشاب قرماي أبرة الذي يبلغ من العمر الثلاثون عاماً هو نازح من مدينة ساقديغ غرب تيجراي يقول أنه يواجه العديد من الأزمات في مخيم سبع كاري للنازحين في مدينة مغلة بينما كان يعيش حياة كريمة من خلال عمله في مزرعة الدواجن وكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تقدم له أي مساعدة بشكل خاص أنا نزوي النقلات بناية حمامي بناية تفضل حمام أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالفطرة وإزدادت معاناتي أكثر مع النزوح والتشتت وهذا أثر على حياة الصحية والنفسية في الماضي كنت أعيش حياة كريمة من خلال عملي في مزرعة الدواجن الخاصة به ومنذ قدومي إلى هذا المعسكر لم تقدم لي أي مساعدة رغم أني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً صرح الشاب قرماي أنه ليس الوحيد من يواجه أزمات في مخيمات سبع كاري بل يوجد العديد من يواجهون أزمات عدة لعدم توفر العلاج والشح في المياه ولكن المجاعة هي من أصبحت سائدة في المخيم الأزمات التي نمر بها لا تحصى الأمهات والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة وزولي الاحتياجات الخاصة والكثير بشكل عام هنا النازحون يمرون بأزمات متعددة هناك شحون في المياه والمراكز الصحية للمخيمات خالية تماماً من الأدوية ومستلزمات الطبية ونحن قير قادرين للذهاب وشرع الأدوية من الصيدليات لعدم توفر المال لدينا وذلك بسبب إغلاق البنوك والأزمة الحقيقية التي نواجهها هنا هي المجاعة فقد سادت المجاعة في المخيم ولذلك السبب طلب الشاب قرماي أبرى بأن تطبق اتفاقية السلام المعقودة وذلك لإنهاء أزمات شعب تيجراي وخاصة أزمات نازح غرب تيجراي فأمال النازحون هو خروج القوات الإيرترية من أراضيهم وأن يرجعوا إلى أرضهم وأن تفعل لهم الخدمات الاجتماعية كالاتصالات والبنوك وغيرها البنوك والاتصالات وغيرها من الخدمات يجب أن تفعل يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية كالأطعمة والأدوية وأن تصل تلك المساعدات إلى شعب تيجراي باكمله وأيضا على القوات الإيرترية الخروج من أراضي تيجراي في أسرع وقت ممكن فهم لا زالوا يرتكبون الجرائم ونحن نريد العودة إلى أراضينا ونكمل حياتنا كالسابق